السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و معيكم عبد الرحمن ورحمة عباس الى اخبار يا شباب رب اكونوا بخير النهاردة عندنا موضوع لازيز جدا وهو ازاي تعمل برنامج بسيط جدا يحتاجها باسورد من 16 رقم وطبعا الباسورد ان انا اعمله هنا مش هيكون فيه ااااااا مع تعليمات معينة مثلا ان يكون مثلا في الباكيت ويش انا أقل او كده لأ او هيكون باسورد من 16 رقم اربعة ديجيت اربعة ابر كيز اربعة الور كيز واربع اوكي? جميل. انا محتاجة بس عشان اشتغل ان انا اعمل امبورت للسترينج. تمام? اعمل امبورت للسترينج. واعمل كمان امبورت للراندوم. اوكي? جميل. اول حاجة اخدها من بص كده اعمل ايه? انا هنا استدعيت لو جيت مسلا اعملت البرينت هنا. بص كده اطبعت البنك دي كده. انت هنشوف. هاتبع لي ايه? الى البنك تويشنز وكلها. وعلى هذا المنوال هاخد برضو شوية حاجات تانية زي الابورت كيز مثلا اللي هي دوت اسكي الابورت كيز. اوكي? وعندك البي اللي هي فيها ايه? الابورت كيز اسكي الابورت كيز. اوكي? وعندك اخر حاجة الديجيت. هيساوي سترينج دوت ديجيت. اوكي جميل جدا. كلهم بنفس المنوال. بص كده. ايه? هتلاقي ان برضو الطبعة لك هنا. اهو. الارقام كلها. بس انا محتاج هنا ان هما يكونوا لست. لان انا احتاج بعد كده ان هما يكونوا عبارة عن لست. مش عاوز ان يكون سترينج. هو مرجع لي هنا كسترينج. انا ايه? طالبها منه كليست. اوكي ده مش صعب خالص يعني. بص عملت ايه? ينفع كده. اوكي. لست. برضو نفس الكلام هنا. هتزبط دي. بعد كده يكون مطلوب مننا ايه? مطلوب مننا بعد كده اننا نعمله للداتا دي كده شفل. ما دي عبارة عن داتا. ويعني ايه? ان انا اعمل لها شفل. ان انا اعمل لها شفل دي معناتها ان انا فاكر لما كنت تلعب كدشينة. وكنت تتقلب كده الكروت في بعض. هي دي الشفل. هي دي الشفل. لانك بتتقلب الكروت. يعني بص ركز هنا لحروف مترتبة. انا عاوزهم ما بقووش مترتبين. فانا هعمل ايه? هعمل بكل بساطة. مثلا random. وينا بقى ان استعدادة عام كتابة random dot shuffle. هعملها بس ايه? اربع مرات. random. ايه? دوت shuffle. تاني. اكي? عشانكم اعملهم كلهم shuffle. دوت. الشفل. اللي هم ايه? والديجيت. ويه? الابركيز والاوركيز. اكي? ممكن اعمل هنا. وممكن اعمل هنا. ليه? للأل بي اي. اكي? ده الشي جامل جدا. هجيبك جدا الموضوع ده. موضوع ان انت تصمم حاجة بدماغك. حتى لو هي بسيطة. بص. لو تاخد بدك الحروف ما بقتش مترتبة. بعد ما كانت مترتبة بقتش مترتبة. حتى لو جيت شلت دي هتلاقي رجعت الترتبة التاني. بص. اي بي سي دي. لكن لو حطيت الشفل. كل مرة هيتغير الشكل. بص يعني هنا كان البي اتش اكس اف. بص هيتغير. هتبقى ام اي اف اكس. هتبقى كي اكس سي او. بتتغير كل مرة الحروف كلها. بيتغير اماكنها يعني. بمعنى صح. طيب. بعد كده سيدي انا عاوزينه. بكل بساطة. سيبدي كده خالص. هبدأ جنريت الباسفورت بتاعي. وقاله نوع عبارة عن الليست. الليست دي هتاخد اربع حاجات. اوه هتاخد ايه بقى? هتاخد اول حاجة. بس انا مش عاوز احفاظهم كليستات زي ما هم كده. فانا مفروض ان انا احولهم. يعني بص توقيت طبعتي دي كده. وقتهم مثل print. ال alp. بس ايه? as string بقى فهم? as string. اهي. نشوف كده هتبع لنا ازاي? بالزبط. هياخد لك الليست. وهتفضل برضو بقى تفضل برضو لست زي ما هي. طب انا حل المشكلة دي ازاي? احولهم ازاي? لان هم يكونوا string. عندك حركة بسيطة جدا انك تعمل double quotation او single quotation dot join. انك بتضم الرية على بعضه او الليست دي على بعضها. ويتحول لstring. اقولت له ايه? lp بص هيعمل ايه? بالزبط هو ضمهم على بعض كده. ده اللي انا عاوزه. فبالزبط انا هجنريت الباسورد بنفس الطريق. بص كده. هعمل الرية. الاولى هتبقى double d dot join. دي مسلا ممكن نحط فيها ايه? ماشي. مش مشاكل. بقية تاني dot dot join. ودي مسلا نحط فيها ايه? الفابيتل كابيتل. تمام? برضو نفس الفكرة dot join. واحط فيها ايه? الفابيتل small واخر حاجة عندنا. ايوة dot join. وعندك ايه? تمام. ما فيش اي مشاكل عندي لحد الوقت. لو جيت طبعت كده دي كده. بص كده. لو جيت طبعت. باسورد دي. متى انشوف هطلع ليه? اوكي عندك المكان الاول. بص بتلاقي فيه. بص التاني هتلاقي فيه. اه التاني هتلاقي فيه. اه التاني هتلاقي فيه. الرابع في ايه? جميل. جميل جدا جدا جدا. ده شيء جميل. حلو. انا بعد كده بعد ما بميت كل واحدة جوة او حاولتها السترينج. انا عاوز اضمهم كلهم مع بعض. عاوز اضم الارقام. تمام? مع الحروف مع وكل ده. بس بشرط. انا قلت ان انا عاوز ستاشر رقم بس. صح كده? انا عاوز ستاشر. انا مش عاوز كل ده. انا عاوز ستاشر. يعني عاوز اربعة من كل واحد. صح كده? فاناقوله هاتلي من سفر هنا لحد اربعة. وهاتلي من هنا سفر. اللي هنا كل واحدة اخد منها اربعة رقم. فهاتلي من هنا من سفر لاربعة. وهاتلي برضو من هنا. من سفر لاربعة. وهاتلي من هنا من ايه? من سفر لاربعة. فلو جد طبعتها كده. بص. هاتلي اربعة بنكة ويشن. اربع حروف اربع حروف سمول واربع ديجت وكل مرة بيتغيروا على فكرة بسبب الشفل اهو كل مرة بيتغيروا ده شي جميل انا عاوز بقى اضمهم على بعض بص كده عاوز اضم دي على بعض اعمل ايه بالزب زي ما عملنا هنا نعمل مع الباسورد دي كلها فاقول له مسلا هنا الباسورد بص كده اهو ايوة دوت جوين اوكي اا باسورد ده شي جميل جدا لو تيجي تطبعه هاجي بقى المفروض هنا اطبع الباسورد صح كده اخد انا بقى ايه الباسورد بيساوي الكلام ده رجع اطبع الباسورد بالزبط هتلاقي ان الباسورد رجعتلك بالشكل الجميل ده فينا مشكلة بس اخيرة فاضل التعدل لو تاخد بقى ان البنكت ويشن جنب بعض والاور كيس جنب بعض والاور كيس جنب بعض ورقام جنب بعض انا عاوز اغير الموضوع ده هيا سيدي اعمل لوم شفل اعمل لوم شفل اعمل باسورد او اعمل كده او اعمل كده راندم اوكي دوت شفل اوكي اتعمل شفل لمين الليست اخد بقى الشفل تعمل لاللست باسورد اعمل لحولي الليست بعد كده سيدي بعد واتخلص الشفل تدر النق ايه تدر بعد كده الله بص 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 الكلام بص الكلام لأ ثانية واحدة هو هنا اعمل شفل لاللست باسورد اعمل جميل انا كان احسن لي كان احسن لان اعمل كده وعفهمك ايه الفرق لان اعمل كده وان اعمل كده وان اعمل كده ونشوف ايه سيحصل هنا معلش اديني بس لحظات بسيطة جدا باسورد لست طيب زي ما انت شايف الاماكن اتلقفينت فلو جيت هنا عملت كده ضد 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 شوين بالضبط كده هتلاقي ان الباسورد اتعمل له جنيريت والاماكن بتاعة الباكت ويشن والحروف متبدلة هو ده اللي احنا عاوزينه اللي حصل في الحيطة دي ايه ان انا طلع لهنا من هنا از سترينج اوكي طلعوا لي من هنا كسترينج فانا احاولتهم لي لست عشان اقدر اعملوهم شافل طلعوين هنا كسترينج تمام وحطيتهم في لست عشان اعملوا طبعتولي انت ليه قصلا عملتهم سترينج وهم كانوا لست يعني انت ليه رجعتهم من لست للست تاني تمام انت كسترينج زم هم معلش انا عملت دي مش عشان احاولوهم لسترينج بس لا انا عملت دي عشان اضموهم على بعض يعني البنكت ويشن تنضم على الالفابت تنضم على ده بدل ما اقول لوحدة مثلا الاندكس السفر في البنكت ويشن وطبعة الباسورد بالنجل ما اعمل له الجوين دي بص كده هتفهم اين اعملت عشان يتعملهم شافل بالشكل ده لو جيت عملت كده اهو هيواريكي ان هو تحول بقى كده لسترينج هنا عشان يطلع لك الباسورد بتاعك من ستاشر اه رمز او من ستاشر كراكتر وكل حاجة فيه مش مترتبة عشان يكون فيه مثل سيكورتي اعلى ده كان جزء بسيط جدا ياريت تكون استفدت منه استنونا ان شاء الله الحلقة الجاية سلام